حصيلة إيجابية لوكالة بيت مال القدس الشريف خلال عام 2022 الوكالة واصلت يتتهرامي لدعم الشعب الفلسطيني في جميع الميادين الحيوية فرغم محدودية التمويل تمكنت الوكالة من تنفيذ مشاريع في القدس بقيمة تفوق ثلاثة ملايين دولار أمريكي وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات المساعدة الاجتماعية للحد من آثار جائحة كورونا وتداعية ارتفاع الأسعار جراء الأزمة العالمية وواصلت الوكالة خلال هذه السنة إلى أهمية خاصة لقطاعات الترميم والإعمار والتعليم والصحة ودعم أنشطة الشباب والرياضة والطفولة والمخيمات فضلا عن الاهتمام بمشاريع حماية التراث الثقافية لمدينة القدس وبرنامج التدوين والنشر وحماية الذاكرة الجماعية للمدينة المقدسة وخلال العام 2022 استفادت أزيد من 20 جمعية في القدس من برنامج دعم الجمعيات بما في ذلك برنامج التخيم السنوي الذي شمل 3000 مستفيد وبرنامج المنح الدراسي لفائدة 126 طالبا والحقيبة المدرسية لفائدة 600 تلميذ يتحدرون من أوسطة جسماعية محتاجة وعملت الوكالة أيضا على توسيع قائمة الأيتام المشمولين ببرنامج كفالة اليتيم المقدسي كما قامت الوكالة بإعادة هيكلة وتنظيم برنامج العيش الكريم وفي مجال الشراكات واتفاقية التعاون عقدت وكالة بيت مال القدس الشريف تسع اتفاقية تعاون وشراكة وهمت الاتفاقية الموقعة دعم وتمويل مشاريع في الإعمار والتعليم وقطاع الإعلام والصحافة وتنظيم المعارض والجوائز ودورات التدريب وتطوير المهارات وفي المجال الثقافي نظمت الوكالة خلال هذا العام ما يزيد عن 11 تظاهرة علمية وثقافية تظاهرات متنوعة نظمت في كل من المغرب والقدس الشريف وأصدرت الوكالة تقريرا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتداعية ارتفاع الأسعار في القدس وتقريرا موضوعاتيا عن واقع الإعمار في القدس الشرقية تزامنا مع اليوم العالم للمدن وتعكس هذه الحصيلة سياسة الوكالة الراصخة في حماية المدينة المقدسة ودعم صمود ساكنتها في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية